وعودة مجدداً للمواضيع الاجتماعية والإنسانية نذهب رشيد إلى الصومال هذا البلد الذي يعاني من نكبات كثيرة ومن أساسية يجب أن تكون موجودة في حياة الإنسان عموماً والطفل وهي التغذية والتعليم بالفعل وهذا ما حدث حيث افتتحت متطوعة صومالية افتتحت أول مدرسة ابتدائية توفر تعليماً مجانياً لنحو 600 طالب في ضواحي العاصمة مقديشو هذه المدرسة تستقطب أطفال المخيمات والأسر الفقيرة وتعد فرصة نادرة وتعطي الأمل الجديد للأطفال الفقراء الذين حرم كثير منهم من الدراسة كثيراً معانا أطفال نورطة لعدم تمكنهم من الذهاب إلى المدرسة لكن هذا الصباح كان مختلفاً افتتاح مدرسة ابتدائية في المخيم مع توزيع واجبات إفطار يومياً يبعث الأمل في نفوس هؤلاء الصغار وأهلهم الحمد لله أطفال يذهبون إلى المدرسة ويحصلون على طعام بالمجان يساعدونني في قراءة بعض الرسائل فوضعهم اليوم مختلف لا مساحات فارغة هنا في هذه الفصول الدراسية حتى الأرض يفترشها الطلبة أطفال حرموا طويلاً من حقهم في الحصول على التعليم لكنهم أخيراً وجدوا تعليماً مجانية نحو ستمائة طالب يدرسون في هذه المدرسة التي دشنتها متطوعة صوملية تقول ماما نظيفة إنها كافحت طويلاً من أجل توفير تعليم لأطفال الفقراء بعد أن باتوا خارج أسوار المدارس لسنوات بدأت هذه المدرسة بحصة قرآنية تضم مئتي طفل لكن توسعت الفكرة وتحولت إلى مدرسة وهذا ما استطعت توفيره لهؤلاء الأطفال علي لم تحرمه إعاقته البصرية من الاتحاق بهذه المدرسة يراها فرصة لا تعوض كغيره من الأطفال هنا يقول إن الإرادة تقهر الإعاقة في حال توفرت العزيمة سنوات طويلة لزم فيها بيته دون أمل للحصول على تعليم مجاني في السابق لم أفكر قطف إمكانية الحصول على تعليم مجاني لكن اليوم وجدت هذه الفرصة وأمل أن أستكمل مسيرة تعليمية مستقبلاً تعد معدلة التحاق الأطفال في الصومال بالتعليم هي الأدنى مقارنة بدول القرن الإفريقي بينما نسبة التسرب الدراسي في صفوف الأطفال تصل نحو 40% نتيجة ظروف معيشية صعبة تحول دون استكمال مسيرتهم التعليمية التعليم بالنسبة لهؤلاء كان ترفاً لكن بعد افتتاح هذه المدرسة المجانية لصالح أبناء الأسر الفقيرة والنازحين في مغدشو تشكل بصيص أمل لحصول آلاف الأطفال على حقهم في التعليم برغم أن هذه المدرسة وحدها لا تكفي ومعنا من مغدشو الباحث التربوي محمد عثمان إبراهيم سيد محمد صباح الخير صباح النور وبسلمة لكل المشاهدين يا هلا فيك سيد محمد بآخر الإحصائيات تقول أنه حوالى ثلاث ملايين طفل صومالي هم خارج المدرسة مثل هذه المبادرات كيف يمكن أن تساهم في إيجاد فرص تعليم للطبقات الفقيرة وحدثنا عن هذه المبادرة تحديدا في بلد مثل الصومال يعتبر التعليم مهما للغاية إذ أن قطاع التعليم يعاني من فقدان الدعم الحكومي اللازم ولذلك هذه المبادرات وأمثالها من المبادرات الأخرى لتوفير التعليم لأبناء الفقراء والنازحين يعتبر مهمة للغاية إذ أنها تمثل الجانب الأكبر لتوفير التعليم المجاني لهؤلاء الذين عجزوا آبائهم عن دفع رسوم المدرسة لأن التعليم في الصومال أصبح الآن تعليما أهليا لا يمكن للفقراء وذوي الاحتياجات القاسة الاستفادة منها لأن الدعم الحكومي في هذا القطاع ليس متوفرا إلى حد الآن ولذلك نعتبر هذه المبادرة بداية خير لألاف من هؤلاء الأطفال الذين لا يجدون تعليما مجانيا من قبل الحكومة ولا من الهيئات المعنية بالتعليم في البلاد يعني مبادرة فيها تحدي كبير عمليا أستاذنا يعني خصوصا حين نتحدث أن 40% عمليا هي نسبة التسرب من المدارس يعني على ماذا تراهن هذه المبادرة والوضع الاقتصادي يعني الأهالي ربما يسحبون أبنائهم من المدارس أو يتسربون من المدارس ما هو الرهان عمليا يعني نسبة التسرب يعني مرتفعة للغاية لحد مخيف إلا أن ذلك لا يجعلنا نترك التفاؤل هذه المبادرة وإن كان هناك تسرب دراسي يعني بداية خير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأطفال وتوفير تعليم له أما العوامل الأخرى التي تؤثر يعني التعليم لمثل هذه المبادرات فهي العامل الاستقرار فمثلا العدم الاستقرار يكلف الآباء بالتنقل من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى بلد آخر أكثر أمنا أو في بلد يمكن من الحصول عليه على اللقوة عائلتهم لذلك العامل الأكثر تأثيرا لمثل هذه المبادرة هو عامل الاستقرار الذي يفتقد إليه آلاف الأسر الصوماليين والذين بدأوا ينزحون من مناطقهم وقراءهم وحتى من الداخل المدن يعني بحثا عن الأكل والطعام وفرارا من الجفاف المتكرر في البلاد أو من الاختتال والحوادث التي تحدث بين الفينة والأخرى طيب مثل هذه المبادرات سيد محمد ما هي مصادر تمويلها وهل الكادر كله من المتطوعين خصوصا عندما نعلم أيضا بأنه الصومال يعاني أيضا من المجاعة والكثير من هؤلاء الأطفال يأتون إلى المدرسة وهم جياع ما هي مصادر التمويل بالنسبة لمسادر التمويل لمثل هذه المبادرات فهي تتوقف حاليا لبعض الأشخاص ولبعض المنظمات الخيرية ولكنها تحتاج إلى تمويل أكثر مما هو عليه الحال الآن لذلك فإن التمويل يعتبر مصدرا مهما لمواصلة أو لتحقيق النتائج المرجوة من مثل هذه المبادرات لإنقاذ حياة الأطفال وتوفيرهم التعليم المجاني لهم ولذلك التمويل يجب أن يكون هناك تمويل من الحكومة ومن المنظمات تذكر سيد محمد أن الحكومة تخصص ميزانية ضعيفة جدا حوالي 3% للتعليم لماذا هذا الأهمال لهذا القطاع المهم جدا؟ فالمشكلة عند الميزانية الحكومة يعني الحكومة تواجه مشاكل عديدة جمة فهي تركز اهتماماتها كلها على جانب الأمني ولذلك ما يقصصونه من الميزانية للتعليم يعتبر زهيدا للغاية ولذلك يجب أن يكون هناك توازن في الميزانية بين التعليم الذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى مثل الصحة والأمن وغيرها ولذلك أن التمويل يجب أن يكون لمثل هذه المبادرات تمويل من الحكومة وأيضا من المنظمات المعنية بالتعليم لذلك التمويل يعتبر مزدرا مهما لمواصلة وإنجاح مثل هذه المبادرات شكرا لك البحث التربوي من مقديش ومحمد آثمان إبراهيم شكرا على هذه المشاركة ترجمة نانسي قنقر